اشتركوا في القناة شفت المدرسة بقت دشمة بقت سكنة عسكرية المدرسة العساكر طلعين من فوق البساعة بوص حالتك انا مش هتكلم على الرياكشن او رد الفعل ايا كان لان رد الفعل دلوقتي ما يخصنيش انا هميني الفعل الفعل اللي قدل كده ان العساكر المفروض ان هما بيقال انها دخلت عشان تأمن المدرسة الاقتحام بقى ما عرفش او ايه انا نفسي حد يوضح لي لان محدش بيتكلم خالص العساكر طلعت تحدفت الدكك حدفت الكراسي كسرت الازاز وحدفته كسرت صور كسرت بلات مبنى ده اسري المبنى ده بيولع من تحت يا جماعة المبنى ده هيحصل المجمع العلمي بس المشكلة ان فيه طلبة كتير قوي قوي المدرسة دي من حضانة لسنوية عامة الطلبة دي كلها قاعدة في بيوتها انا ام لطلبة في المدرسة والادي قاعدين في البيت بقالهم اسبوع ما بيروحوش المدرسة علشان المدرسة بقت سكنة عسكرية محتاجين على اللي بيحصل في المدرسة ان لا ينطعش يفتحنوا المدرسة ويخشوا ويحدفتوا ويقصروا في منشآت المدرسة وحاجات كانت ده مكان للتعليم مش مليس بيقصروا البسكات وبيقصروا الإزاز كمان يعني بيرموها من فوق وبيرموك جارة ويعني مينفعش أولا لان الحاجات دي كلها مكان التعليم برضو حتى هنفطارد مع اني انا ضد انه هما يقولوا على الشباب يقول انه هما منطقية لانهما أطهر ما في مصر هنفطارد انهما راموا طوبا وانت داخل تحمل مدرسة معقولة تحمل مدرسة المنشأة اللي انت عرفتنا ان المنشأة بيتحمل من البني آدب هتكسر ششان تكسر ديسكات تكسر طوب تقعد ترمي على الناس من فوق انت بتحمي انت بترمي عليهم ششان هيه وبترمي عليهم ديسكات ليه كل اللي مطلوب دلوقتي هترمي المنشأة بأدب يا تتفضل تروح بدا الملال دي قاعدة في بيوتها يا اللي احني يوقف على كل باب كام عسكري اللي نخش يا جماعة كلوه انما الحماية تتوقف ان انت تطلع فوق ترمي لي كراسي وترمي لي ديكة وتقصرني ازاز وتقصرني مبنى أسري مين اللي هتحمل كل التكاليف والإطلافات تيه احنا في قنسبة يا جماعة محدش نجدنا وزير التعليم فين وزير التخلية فين فين الناس دول الناس دول محدش بيتكلم فيهم على اي حاجة ينجدون احنا وزيننا عجده بس عزيننا ركولاتهم هتروح فين مصير قولاتنا ايه فانا سنتين من ساعة الصورة في الموضوع ده محدش معبر المدرسة انه المراتي المدرسة تحرقت خالص احنا هنعمل ايه بعد كده يقولونا بس يقولونا يردوا علينا يطمينونا حتى يطلع يكلمنا يعبرنا في التلفزيون حتى وقتنا حماية ليهوا وعاديين يطرقوا على المتظاهرين من برا بس فانا جاينا تقولوهم مش هينفع مدرسة نعايز اتعلم فيها يعني مدرسة مش باسمه ليس ولا ولا حماية ليه دي مدرسة اتعلم فيها ودي مدرسة اثارية من زمننا في اليوم كونيبار مين اللي بيدي امر بالطارب مين اللي بيدي امر بقامع المتظاهرين واستياد النشط السياسيين مين اللي بيدي امر بقامع يعني انا لما ارجاتي اقلقي مدرسة تم اقتحامها او تم استغلالها هم من جوه يستفزوا الناس ويطرقوا والسطح والفصول لكن الاولاد اللي بيموتوا زنبهم ايه زنب بقيل الاولاد اللي النهاردة احنا بيقولوا مش هوا نهضة فينا النهضة دي؟ فينا النهضة بالتعليم واحنا دلوقتي المدرسة مقفولة ايه حل؟ انا عايزة حل اولادنا قاعدين في البيوت دلوقتي والمدرسة بيش امنا ولا الشارع اامن ولا التحرير نفسه بي اامن الداخلية دي رئيسة بتضرب وخلاص تضرب على اي حد اللي مات مبارع ده زنبه ايه واللي هيموت النهار ده زنبه ايه واللي هيموت بوكه زنبه ايه احنا راحين لحد فيه احنا شلنا نظام فاسد عشان نحط ايه فساد اخر لان دي مدرسة العريقة اللي بناها حسن حبيل بيدماره بالقراسي بيدمه بيسرقه بالكاتي وكل همومه تغير وجه مصر يعني نظام مبارك قضى على اشياء جديدة من مصر ايه دا نظام منشآة تعليمية بتاع الأبخار منشآة تاريخية قصار دخلوا عليه فوقيها وتقربها وتعرض حيات المدنيين تحت للخطر لما تحدفهم كتوبة كازا واحد انا اسبعت ان كازا واحد بتشفى الحالة تفضل بسامر الجنوب دا ليه؟ ليه بتبوز مدرسة افضار العيال دي بطالب بحقها في التعليم بطالب بحقها في المدرسة ان هي ترجع زي محيط بس ان يتفضلهم سندهم